الوحدة الثالثة العبادات الظاهرة التي وقع فيها الشرك الأهداف أخي الطالب يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تربط بين الدعاء والاستغاثة تفرق بين الجائز والممنوع في الدعاء والاستغاثة تستشعر لذة اللجوء إلى الله تعالى تعرف صفة الحلف والنذر الصحيح تعظم أمر الحلف والنذر لله تحذر من النذر المحرم الدرس الثالث عشر تمهيد يا رب يسر لي أمري اللهم اغفر لي ولوالدي أذكر بعض الأدعية التي تحفظها تحفظها وترددها كل يوم ما علاقة الدعاء بالتوحيد تعريف الدعاء لغة هو الطلب والنداء شرعا لجوء العبد إلى ربه جل وعلا بسؤاله ما يريد من جلب منفعة أو دفع مضرة الدعاء عبادة الدعاء عبادة وقربه ولهذا يجب صرفها لله تعالى وعدم إشراك أحد معه في ذلك والدليل على أنه عبادة قول الله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم واحد سورة غافر الآية الستون حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اثنان أخرجه أحمد الجزء الرابع الصفحة السابعة والستون بعد المائتين والحادية والسبعون بعد المائتين وأبو داود في كتاب الصلاة تفريع أبواب الوتر باب الدعاء الجزء الثاني الصفحة السادسة والسبعين برقم ألف وأربعمائة وتسعة وسبعين والترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة الجزء الخامس الصفحة الحادية عشرة بعد المائتين برقم ألفين وتسعمائة وتسعة وستين وابن ماجه في كتاب الدعاء باب فضل الدعاء الجزء الثاني الصفحة رقم ألف ومائتين وثمانية وخمسين برقم ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرين قال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان الجزء الثالث الصفحة الثانية والسبعون بعد المائة برقم ثمانمائة وتسعين وقال الحافظ فتح الباري الجزء الأول الصفحة التاسعة والأربعون سنده جيد وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرين مكانة الدعاء للدعاء مكانة عظيمة تتمثل فيما يلي الدعاء من أعظم العبادات وأجلها الدعاء محبوب لله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء واحد أخرجه أحمد الجزء الثاني الصفحة الثانية والستون بعد المائة الثالثة والبخاري في الأدب المفرد برقم سبعمائة واثني عشر وابن ماجه برقم ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة وعشرين وصححه الحاكم الجزء الأول الصفحة التسعون بعد المائة الرابعة وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم خمسمائة وتسعة وأربعين في الدعاء إظهار لذل العبودية لله تعالى والافتقار إليه ونفي الكبرياء عن عبادته دعاء غير الله شرك أكبر من دعا غير الله تعالى من الأموات والغائبين فقد وقع في الشرك الأكبر لأن الدعاء نوع من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى فمن صرفها لغيره فقد أشرك الشرك الأكبر والدليل على ذلك قول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم اثنان سورة يونس الآيتان السادسة والسابعة بعد المئة فقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدا من المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر مبينا أن من فعل ذلك كان من الظالمين وأعظم الظلم الشرك بالله تعالى فقوله تعالى فإن فعلت أي دعوت أحدا من دون الله فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين فالظلم هنا يراد به الشرك النشاط الأول اقرأ سورة لقمان واستخرج منها آية توضح أن الشرك ظلم قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فما دام هؤلاء الذين يدعوهم المشركون عباد مثلنا ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر ولا يملكون الاستجابة لمن دعاهم فلماذا يدعون من دون الله تعالى واحد سورة الأعراف الآية الرابعة والتسعون بعد المئة قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا اثنان سورة الجن الآية الثامنة عشرة دعاء غير الله أعظم الضلال والخسران أعظم الضلال أن يدعو شخص أحدا غير الله تعالى لأن هذا المدعو من دون الله تعالى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر فكيف يملك ذلك لغيره؟ قال الله تعالى ثلاثة سورة الأحقاف الآيات الخامسة والسادسة ففي الآية الكريمة تحذير شديد من دعاء غير الله تعالى وأنه لا أحد أضل ممن يدعو غير الله تعالى وقد وصف الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين المدعوين من دونه سواء كانوا من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم بأربع صفات هي أنهم لا يستجيبون لدعاء الداعين أبدا أنهم غافلون عن دعاء الداعين أنهم يعادون الداعين لهم يوم القيامة أنهم يجحدون عبادتهم لهم وينكرونها وذكره تعالى لهذه الصفات تنبيه للجاهلين الغافلين بأن الذين تدعونهم من دون الله تعالى لا ينفعونكم في الدنيا ولا في الآخرة النشاط الثاني ذكر الله تعالى في الآية الكريمة ما يدل على أن دعاء غير الله عبادة له من دون الله بين ذلك من خلال تأملك في الآية قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فسمى الله تعالى الدعاء عبادة لأنه نوع من العبادة فمن صرفه لغير الله تعالى فقد أشرك دعاء غير الله من أعظم ما وقع فيه المشركون من الشرك دعاء غير الله أكبر أنواع الشرك وقد كانت هذه المسألة من أكبر المسائل التي جادل فيها الأنبياء عليهم السلام أقوامهم ودعوهم لإخلاصها لله تعالى وبيّنوا لهم أن صرفها لغير الله من أعظم الشرك ومن أسباب تعظيم هذه المسألة ما يلي أن الدعاء هو خلاصة العبادة ومخها أن من خصائص الإلهية إفراد الله بالدعاء إذ معنى الإله المعبود والدعاء من أعظم العبادات أن الداعي إنما دعا إلهه عند انقطاع أمله ممن سواه وهذه هي خلاصة التوحيد انقطاع الأمل مما سوى الله فمن دعا غير الله فقد أخلص له العبادة وانقطع رجاؤه من غيره حتى الله عز وجل وبهذا يكون قد سواه بالله تعالى بل قدمه عليه وهذا أعظم الشرك والضلال ولهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم واحد سورة الشعراء الآيتان السابعة والتسعون والثامنة والتسعون طلب الرزق لا يكون إلا من الله تعالى من أعظم الحاجات التي يسألها الناس الرزق والواجب أن لا يسأل الرزق إلا من الله تعالى لأنه هو الذي يملكه قال الله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتهوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون والمعنى أطلبوا الرزق عنده وحده لا شريك له دون ما سواه واعبدوه يعني أخلصوا له العبادة كلها وحده لا شريك له ومن ذلك عبادة الدعاء بطلب الرزق فلا تكون إلا منه وحده لا شريك له اثنان سورة العنكبوت الآية السابعة عشرة وقال الله تعالى واسألوا الله من فضله وما ذلك إلا لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثلاثة سورة النساء الآية الثانية والثلاثون أربعة سورة الحديد الآية التاسعة والعشرون النشاط الثالث بالتعاون مع مجموعتك أذكر خمسة من آداب الدعاء الإخلاص لله تعالى أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال حضور القلب في الدعاء التقويم ما معنى الدعاء ولمن الواجب صرفه مع الدليل والدليل قوله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم وفي حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة ثم قال وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بين مكانة الدعاء وما حكم دعاء غير الله مع الدليل الدعاء من أعظم العبادات وأجلها الدعاء محبوب لله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء في الدعاء إظهار لذل العبودية لله تعالى والافتقار إليه ونفي الكبرياء عن عبادته حكم دعاء غير الله تعالى من دعا غير الله تعالى من الأموات والغائبين فقد وقع في الشرك الأكبر لأن الدعاء نوع من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى فمن صرفها لغيره فقد أشرك الشرك الأكبر والدليل على ذلك والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ما حكم دعاء الأولياء والصالحين الأحياء أو الميتين بجلب نفع أو دفع ضر مع الدليل أعظم ضلال أن يدعو شخص أحدا غير الله تعالى لأن هذا المدعو من دون الله تعالى لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا فكيف يملك لغيره؟ قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر